بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تجميلين مع بعض فيديو ده إن شاء الله قصة بريزينر أفذان ده كنا وصلنا عن سؤال 26 26 لماذا تفكير لما فكر ريزيندل أنه يبقى مالك فوريفر للأبد ابتدت ضربات قلبه تتصارع أو تزيد دعوا بقى لكم عايزكم تركزوا على شوية الأسئلة دول لأن إن شاء الله إن شاء الله مش هيخرج منهم الامتحين الإجابة because the idea excited him لأن الفكرة أثرته لأنه أدرك أنه ممكن أن يكون king forever يبقى هنا الفكرة نفسها excited him أثرته هل تعتقد أن ريزيندل ممكن يبقى king forever للأبد هل كنت تعتقد ذلك لا أعتقد ذلك لأن في يوم الأيام أكيد في حد يتعرف عليه ويتعرف على أسرته ويتساءله هو راح فيني لا أعتقد ذلك لأن في يوم الأيام أكيد في يوم الأيام حد يتعرف عليه هل أنت موافق أن روبرت was a man of no principles كان راجل من غير مبادئ هل تعتقد ذلك I agree that he has no principles أنه ما عندوش مبادئ He steps resendal يعني خان resendal when he visits him لما ظهره and later he says that he doesn't like Duke Michael وبعد كده قال أنه بيحبش Duke Michael and would work against him وهيشتغل ضده وخلي بقى القيبة I agree أنه ما كانش عندو principle لأنه ضحك أو طاعن على resendal أو خان resendal Do you think هل تعتقد أن the in keepers daughter اللي هي ابنت اللي موجود في الحانة was right to apologize to resendal هل كان الصح كان من الصح أن هي تعتقد Do you think that the in keepers daughter was right to apologize to resendal هل هكذا كانت من الصح أن هي تعتذر to resendal اللي هو طبعا اللي كان بيتظاهر أنه هو مالك على رغم أنها ما كانتش مخطئة I think it was good behavior of her أعتقد أن ده كان سلوك جيد good behavior of her to do so Do you think هل تعتقد أن resendal wants to be king of river هل تعتقد أن resendal كان عايز يبقى مالك على طول I don't think so لا أعتقد ذلك because resendal wouldn't be safe مش هيبقى بأمان because the duke would always be there لأن دوك هيبقى موجود so he doesn't want to be king forever لذلك هو ما كانش عايز يبقى مالك إلى الأبد ليه ما كانش عايز يبقى مالك because he wouldn't be safe لأنه ما كانش هيبقى بأمان he wouldn't be safe فرايك in your opinion what is the moral of prison of danda المغزر المغزر هنا يعني لها الدرس المستفاد the moral is that we all have a duty إن كلنا عندنا واجب to help other people we all have a duty to help other people when we can and we will be better people if we do so يعني الهدف هنا أو الدرس المستفاد إن كلنا عندنا واجب إن إحنا نساعد الآخرين لما نستطيع نعمل ذلك وإحنا نبقى better people ناس أفضل لو إحنا عملنا ده يبقى المورال we all have a duty to help other people why do you think روبرت wasn't killed like the other guards ليه روبرت ما تأتلش زي الحراس التانية لو تفتغروا because he was intelligent لأنه كان ذكي and foxy foxy هنا يعني عمل زي foxy كده يعني ماكر he always prefer to escape rather than face death لأنه دائما كان بيفضل إنه هو يهرب على إنه هو يواجه الموت yeah because he was intelligent and foxy he always prefer to escape rather than faith death in what ways بأي الطرق do you think the real king will rule differently تعتقد إن كان حكم الملك الحقيقي كان يبقى مختلف إزاي في نهاية القصة he will probably try to rule like رزيندل كان هيحاول يحكم زي رزيندل معه thinking of all people of Rytania كان هيفكر في كل الناس أو كل شعب Rytania why do you think that Rytanel told the chief of police to return in two weeks not earlier than that لماذا قال لو أنا عايز أرجع خلال إسبوعين لماذا قال لرئيس المباحث لأنني عايز أرجع خلال إسبوعين مش قبل كده because Rytanel wanted at least two weeks لأنه كان محتاج إسبوعين without any more difficulty question من غير أي أسئلة صعبة his game had almost been discovered لأنه لعبته تقريبا كده كانت الكشفت what do we learn about Robert what do we learn about Robert when Rytanel catches up with him on his horse we learned that he was greedy and disloyal يعني كان طماء وكان غير موالي لمايكل روبرت would do anything for money كان ممكن يعمل أي حاجة عشان الفلوس why do you think that Rytanel didn't follow روبرت's plan لماذا Rytanel ما تتبعش خطة روبرت because Rytanel didn't want to be a king forever ما كانش عايز يبقى مالك للأبد زي ما روبرت فكر he only wanted to save the king كان كل هام وأنه هو بس ينقذ الملك قلنا نحن فيه عندنا أسئلة تانية أسئلة مختلفة أسئلة يعني فيها فكر شوية وكنا قلنا في فيديو أول سؤالين دول طيب ثالث سؤال ثالث سؤال ما هي نقاط الضعف والقوة في روبرت فالسؤال ده مهم his strengths are well educated إنه هو كان متعلم كويس intelligent زاكي nobleman من النبلاء compassionate يعني شخص عاطفي kind brave warrior كان محارب شجاع honorable and trustworthy يمكن الوثوق في دي كلها كانت نقاط القوة بتاع طوال لازم مكتب كل ده حاولوا تحفظوها يعني أو على الأقل أربعة his weaknesses are كانت بقى الweaknesses بتاعته أو نقاط الضعف lack of ambition يعني إذا ما كنا عارفين أنه كانش يعني ما كانش بلو طموح يبقى هنا عنده lack of ambition نقص في الطموح depend on his family's wealth يعني كان معتمد على الثروة بتاعة عائلة what features what features of الفيبرغ were possessed by رود الفيتشر الخصائص بتاعة الفيبرغ اللي كانت موجودة عند رود الفي كان عنده red hair with straight nose although they are brothers رود الف and duke michael have different personalities عرمنا أخوات إلا أنهم كانوا مختلفين زي ما قلنا قبل كده رود الف has red hair أما duke has black hair رود الف prefers hunting can be فضل hunting the seed and good food أما duke likes actions and has ambition كان بيحب وكان عنده طموح تبيا king what are the similarities what are the differences between the real king and pretended what are the real king الحقيقي اللي هو رودلف الف برج و رودلف روزندل الف روزندل السؤال ده مهم يريد تحفظوه عاويا have red hair كلا هما عنده شعر أحمر and straight nose و آنف مستقيم بالإضافة بيحبوا الاتنين الحياة السهلة خلي بالكم يعني روزندل بيكون ماهر ومغامر أما كان كسول وكان يعني على ساجياته أو على طبيعته يعني ساذق شوية خلي بالكم من الفرقات دي الفرقات الشكلية عند الاتنين آه والاتنين بيفضلوا الازي لايف أما رودلف كان كليفر و أما روزندل ده اختلاف انه كان ليزي و نايف خلي بالكم سابت كان شخصية مؤثرة على اشرح للكلام ده أو الورمالك الحقيقي كان بيعتمد على سابت ما كان ش بيتخذ أي قرار إلا لما يرجع لسابت لما قبلوا في الغابة وافق رأي سابت رأي سابت رأي سابت لا ينفع رأي سابت لا ينفع سابت نتيجة للشبه الكبير بينهم يعني خذ رأي سابت وافق حتى في نهاية القصة تمنى انه يروح ولكن سابت رفض ده كان في نهاية ده يظهر لنا ان سابت كان شخصية مهيمة مؤثرة كان دايما الملك الحقيقي كان دايما بياخد رأيه ودايما بيقتنع برأيه وبينفزه فده دليل على ان سابت كان شخصية مؤثرة طيب هكتاب هذا القدر في الفيديو وفي الفيديو ده وهكمل ان شاء الله في الفيديو هاته القادمة شكرا رحبكم والسلام وعليكم 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 وعليكم